توجه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وشارك في تطويج الفائزين سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقة القدرة والشيخ دعيش بن سلمان الخليفة رئيس لجنة القدرة في الاتحاد الملكي أيضا حقق المركز الأول الفارس الإماراتي سالم الكتبي من استبل الرعود التابع للفريق الملكي علي الجواد سوريالا وفي المركز الثاني الفارس راشد الرواعي من استبل الزعيم علي الجواد كالهاربي وفي المركز الثالث الفارس الإماراتي محمد علي الشعفار من استبل الرعود علي الجواد رومانتيك وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره للفائزين في السباق مؤكدا سموه أن المستويات التي قدمها الفرسان والاستبلات تدل على الاستعدادات المكثفة لرياضة القدرة بمملكة البحرين والتي تحظى بالرعاية الفائقة من جلالة الملك المفدح الله الرعا مشيرا سموه إلى أن السباق جاء مثريا وقويا بين جميع الفرسان المشاركين وأكد سموه أن المستوى العام يؤكد بأن هذا الموسم سيكون مغايرا تماما عن المواسم الماضية الأمر الذي يبشر بمنافسة قوية على المراكز المتقدمة في السباقات القادمة مشيرا سموه إلى أهمية اعداد وتأهيل الفرسان في المملكة لخوض منافسات الموسم والتعرف على مستويات الفرسان والجياد قبل الدخول في معترك الموسم الذي يشتمل على العديد من السباقات مؤكدا سموه أن السباقات القادمة ستكون قوية وملئة بالإثارة والندية وأضاف سموه أن النتيجة التي حققتها أو حققها الفريق الملكي بتحقيق المراكز الثلاثة الأولى للسباق مشجعة وتبعث على التفاؤل في تحقيق نتائج متميزة في السباقات المقبلة من جانب يعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن تفاؤله بالموسم الجديد لسباقات القدرة مشيدا سموه بالمستوى الكبير الذي بلغته القدرة البحرينية بفضل الدعم الكبير والاهتمام المتواصل من قبل صاحب الجلال الملك المفدى وتوجيهاته التي تكون بمثابة الجرعات التحفيزية لجميع الفرسان والاستبلاط وأكد سموه ثقاته بقدرات فرسان الاستبلاط المحلية والفريق الملكي والخالدية على تحقيق النتائج الإيجابية والمتميزة في البطولات المقبلة مؤكدا على التطور اللافت الذي حققه فرسان البحرين بعد الخبرة الكبيرة التي اكتسبوها من خلال المشاركات الإيجابية الناجحة في البطولات الدولية ترجمة نانسي قنقر